موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سندرس اليوم المحاضرة الرابعة عشر من امتحان طوبيك واحد وسأشرح لكم الآن ماذا سندرس في محاضرة اليوم ما هو هدف اليوم أولا بالنسبة للاستماع الاستماع تكي سندرس أولا أو نتعرف على فكرة أو رأي شخص معين في هذا الحوار مثلا رأي الرجل أو رأي المرأة وثانيا سندرس نستخدم مصطلح تمنى أو أتمنى أن مثل هس ميون توكي سايو أو الميون توكي تا وثلاثة سنتعلم صيغة التالية وهي صيغة لا أدري إن كان وأيضا سنتعلم القاعدة التالية من السهل أن أو سهل العمل صعب العمل إلى آخره وبالنسبة للقراءة فسندرس اليوم في القراءة إلقي سندرس إمكانيت استخراج الفكرة الأساسية من النص ونتعلم قاعدة إريوغوهدا تحدثنا كثيرا عنها سابقا أن 위안 أو ريدوان 22번 민수 씨, 어제 축구 경기 봤어요? 네, 저는 친구들하고 재미있게 봤어요 우리 팀이 이겨서 더 좋았죠 수미 씨도 봤어요? 저도 봤어요 우리 선수 한 명이 다쳐서 걱정했는데 이겨서 다행이었어요 다음 경기도 이기면 좋겠네요 그럴 수 있겠죠? 그럴 수 있을까요? 다음 상대팀이 너무 잘해서요 وثالثا يجب أن نفهم الإيميل باللغة الكورية إذا حصلنا على بريد إلكتروني أو استلمنا بريد إلكتروني كيف نفسر محتوى هذا الإيميل ونستخرج الموضوع الأساسي منه وأخيرا سندرس قاعدة اسم بلس بهرامني إذا أتمنى أن أو نتمنى أن وأيضا سندرس قاعدة الريلويهن من أجل هذا كل ما سندرسه اليوم وسنبدأ الآن مع السؤال الأول من الاستماع أسوال الأول رقم هو إثنان والشرين 22번 민수 씨 어제 축구 경기 봤어요? 네, 저는 친구들하고 재밌게 봤어요 우리 팀이 이겨서 더 좋았죠? 수미 씨도 봤어요? 저도 봤어요 우리 선수 한 명이 다쳐서 걱정했는데 이겨서 다행이었어요 다음 경기도 이기면 좋겠네요 그럴 수 있겠죠? 그럴 수 있을까요? 다음 상대 팀이 너무 잘했어요 ننتقل إلى قواعد هذا السؤال القواعد المذكورة في هذا السؤال أولا 재밌게 플러스 فعل 재밌게 보다 재밌게 كمبو하다 يدرس باستمتاع يلعب باستمتاع يفعل شيء باستمتاع القاعدة التالية المضارع من هذه القاعدة هو مثلا والماضي من هذا السؤال هو أتمنى أن أو تمنيت أن القاعدة التالية هي كرول سويتا ممكن القاعدة التالية القاعدة التالية القاعدة هل لا فعلنا هكذا وأخيرا القاعدة يفدو أن بالنسبة الكلمات المذكورة في هذا السؤال تكو كرة القدم كيونجي مباراة تيميكي باستمتاع تيم فريق وهي أصلا لغة إنجليزية سونسو لاعب تاتشدة أصيبة أو جريحة أو يجرح كوكتون هدا يقلق ساندت تيم الفريق المقابل أو الفريق الثاني يتقن أو يفعل شيء بمهارة يستمتع أو يفرح ننتقل إلى الأمثلة أجي يومهر تيميكي باستيو تيمي سو جو إذن قاعدة هنا هي تيمي إكي باستيو تيميكي باستيو استمتعت أو شاهدت باستمتاع والطرف الثاني يقول تيمي سو جو كان ممتعا أليس كذلك أخيرا 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 أختي الكبيرة ستذهب غدا إلى كوريا وأنا سأذهب الأسبوع القادم عفونا الشهر القادم أتمنى أن أنجح في الامتحان ممكن أدرس فقط جيدا يبدو أن الامتحان سيكون صعب أو أعتقد أن الامتحان سيكون صعب وبالعودة للسؤال يجب أن نختار رأي المرأة أو الفكرة الرئيسية للمرأة يوجي تومشيم سنغا الرأي المرأة الأساسي أو الرئيس فكرتها الرئيسية وفي السؤال نقرأ الأسئلة أو الخيارات أخيرا أتمنى أن يفوز فريقنا دائما أصيب لاعب في الفريق الآخر ليس فريقي فريق الخصم ولذلك شعرت بقلق وهذا ليس صحيح لأن المرأة قالت ذلك ولكن عن فريقها وليس عن فريق الخصم إذن مرة أخرى واحد خطأ وعفوا واحد هي الإجابة الصحيحة أتمنى أن يفوز فريقنا دائما وهي الإجابة الصحيحة إذن 정답 واحد 23번 우리 이제 그만 구경하고 가요 오랜만에 여행 왔는데 벌써 가요? 자주 오기도 어려운데 미술관만 더 보고 가요 오늘은 많이 봤으니까 미술관은 내일 봐요 저는 좀 쉬었으면 좋겠어요 그래도 그래도 조금만 더 보고 가면 안 될까요? ننتقل إلى 23번 هنا أيضا يجب أن نستخرج فكرة المرأة الأساسية ولكن قبل ذلك دعونا نتعلم القواعد أولا القواعد الأولى بولسو بلاس فعل بولسو بلاس فعل يعني باللغة الإنجليزية يمكن أن نقول لقد قمت بهذا الشيء ثانيا كي دو اوريوون دي يعني فعل هذا الشيء أصلا أو أساسا صعب بوغي اوريوون دي بوغي دو اوريوون دي أو يوهن هاكي دو اوريوون دي القيام بالرحلة أصلا صعب القاعدة التالية كو بلاس فعل مثلا بوغو كايو يعني نشاهد أولا ثم نذهب مثلا للتعاقب في الأفعال نفعل شيء ثم نفعل شيء آخر اني کا السبب طبعا كما تعرفون اميون ان دي القايو لا يمكننا أن مثلا يوغي صب هم موغميون ان دي القايو لا يمكننا أن نأكل الطعام هنا كو شبتا أريد أن بالنسبة للكلمات فردينا كلمة كو جون يوشاهد أو يتجوّل وريم من لمدة طويل أو منذ زمن طويل تاجو غالبا أو كثيرا ميسلقان متحف الفنون وطوغم من قليلا أيضا طوغم من ننتقل للأمثلة من سوشي بلسو قاسا ستذهب الآن حقا ستذهب الآن ني جيزونهيو حقا ستذهب الآن kat to you ستذهب الآن نعم عملت أمس بجد لذلك أريد أن أستريح اليوم. الجو حار جداً هذه الأيام. لذلك أريد أن أأكل بيكسو. بيكسو هي الآيس كريم المثلجة أو الثلج الكوري التقليدي. بالعودة الآن إلى السؤال، سنختار الفكرة الأساسية للمرأة. أريد أن أأتي إلى المتحف الفنون كثيراً أو غالباً. خطأ طبعاً لأنها تريد أن تستريح. ثانياً أريد أن أذهب في رحلة لأنني لم أذهب منذ زمن طويل. خطأ أيضاً لأنهم الآن في رحلة. أريد أن أقوم بالتجول أو مشاهدة متحف الفنون غداً. أريد أن أذهب في رحلة وأتجول وأشاهد كثيراً. خطأ لأنهم الآن أيضاً في رحلة. إذن إجابة صحيحة هي رقم ثلاثة. اشتركوا في القناة 24번 오늘 몇 시쯤 물건을 받을 수 있을까요? 지금은 몇 시에 갈 수 있을지 잘 모르겠어요. 아, 그래요? 그런데 앞으로는 오는 시간을 미리 알려주면 좋겠어요. 죄송합니다. 요즘 배달할 물건이 많아서 도착 시간을 말씀드리기 좀 어렵네요. ننتقل الان إلى رقم 4 و 20. 24번 여자, المرأة, ايضا هنا سنختار رأيها الأساسي 오늘 몇 시쯤 물건을 받을 수 있을까요? 지금은 몇 시에 갈 수 있을지 모르겠어요. 아, 그래요? 그런데 앞으로는 오는 시간을 미리 알려주면 좋겠어요. 죄송합니다. 요즘 배달할 물건이 많아서 도착 시간을 말씀드리기 좀 어렵네요. 과عد هذا السؤال 일지 모르겠어요. هذه القاعدة جديدة و مهمة. لم ندرس هامنقبل 일지 모르겠어요. لا أعرف إن كان مثلا 주말의 서울에 울지 모르겠어요. هل 사ات이 إلى 시올 في الإجازة? لا أعرف إن كنتу 사ات이 إلى 시올 في الإجازة. 넌 plus ميونسا plus اسم نن plus اسم قاعدة أيضا درسناها كثيرا سابقا وسندرسها بعد قليل في مثال ال plus اسم أيضا نفس الشيء ولكن مستقبل و نن plus اسم مضارع كي جم أو ريبتا فعل plus كي جم أو ريبتا ها جي جم أو ريبتا اليو تري جم أو ريبتا من الصعب أن أخبرك صعب أن أفعل شيء معين آ أو يا هامندا يجب أن أفعل شيء معين و درسنا هذه القاعدة كثيرا بالنسبة للكلمات المذكورة في الناس ملغان بضاعة أو شيء أبرو في المستقبل أمثلة على هذا السؤال لا أعرف إن كنت أستطيع أن أذهب في رحلة الشهر القادم أو لا يوهنغان النال من أليو جميان سكيجول을 맞춰줄까요 맞춰줄 거예요 إذن مرة أخرى الجملة يوهنغان النال من أليو جميان سكيجول을 맞춰줄게요 سأونسق الجدول معك إذا أخبرتني فقط بي الوقت الذي ستذهب فيه برحلة يوهنغان النال تأكد من اليوم الذي ستأخذ فيه الامتحان معرفة النطق الدقيق لللغة الكورية عندما تدرس اللغة الكورية يجب أن تتدرب على الاستماع كثيرا وهذا رأيي الشخصي أيضا بالعودة إلى السؤال مرة أخرى سؤال رقم 24 نقرأ الجملة لنختار الفكرة الأساسية للمرأة يجب أن ترسل الشيء بسرعة أو الطلب بسرعة وهي لم تقول هذا يجب أن يصل خلال اليوم أيضا لم تقول ذلك يجب أن تخبرني بموعد وصول الشيء أو الغرض مسبقا وهذا صحيح عندما ترسل الكثير من الأشياء يجب أن تتصل بي وهي لم تقول هذا إذن الإجابة الصحيحة هي رقم ثلاثة ننتقل الآن إلى رقم 46 من القراءة من 46 إلى 48 يجب أن نختار الفكرة الرئيسية من النص نقرأ 46 저는 휴일에 친구 집에 가려고 합니다 친구와 같이 드라마를 보려고 합니다 얘기도 많이 할 겁니다 قواعد هذا السؤال أنوي أن درسناها سابقا كثيرا القاعدة الثانية سأفعل مستقبل سأذهب لي كلمات هذا السؤال كثيرا نقرأ الأمثلة أنوي أن أذهب إلى جزيرة جيجو في الإجازة أريد أن أقوم برحلة أو سفر مع عائلتي سأقوم بقدم العرض أو بيزنتيشن باللغة الكورية الأسبوع القادم أريد أن أشاهد فيلما سأذهب إلى سيول لمقابلة صديقي بالعودة إلى السؤال سنختار الفكرة الرئيسية في رقم 46 أريد أن أشاهد دراما في بيتي خطأ لأنه قال أنه يريد أن أشاهدها مع صديقه سأذهب إلى صديقي لأنني أريد أن أتكلم معه خطأ سأتحدث عن الدراما أو المسلسل مع صديقي أيضا خطأ أريد أن أمدي الإجازة أو العطلة مع صديقي هذه هي الإجابة الصحيحة الآن الإجابات السابقة ليست خاطئة ولكنها ليست الفكرة الرئيسية في النص إذن الإجابة الصحيحة هي رقم 4 정답 4 نتقل الآن إلى سبعة وأربعين سا십 칠 번 القواعد المهمة المذكورة في هذا السؤال أولا الرل تروب هذا يتخرج في أو يتخرج من ثانيا أميان إذا كريسو لذلك كو إتا يفعل شيء باستمرار أو مثل آي أنجي باللغة الإنجليزية إيسو إرادة أريد أن أعمل في الكلمات المذكورة في هذا النص أولا نينيان السنة القادمة تروب هذا يتخرج هيسا شركة تتا يبحث عن هو بعد ننتقل إلى الأمثلة 저는 다음 주에 고등학교를 졸업합니다 أتخرج من المدرسة الثانوية الأسبوع القادم 한국에 가면 김치를 먹고 싶어요 إذا ذهبت إلى كوريا أريد أن أتناول الكيم치 저는 학교에서 일합니다 أنا أعمل في المدرسة 그래서 저는 방학이 있습니다 لذلك عندي عطل بالعودة للسؤال سنختار الفكرة الأساسية من هذا السؤال ما هي الفكرة الأساسية في النص الذي قرأناه أولا 저는 학교에서 일하고 싶습니다 أريد أن أعمل في المدرسة وهذه الإجابة طبعا خطأ لأنه لم يذكر أنه يعمل في المدرسة هو سيتخرج من المدرسة أريد أن أتخرج من المدرسة وهذا خطأ لأنه قال سيتخرج بعد أسبوع إذن الإجابة الصحيحة هي رقم ثلاثة 저는 졸업 후에 회사원이 되고 싶습니다 أريد أن أصبح موظفة شريكة بعد أتخرج إذن 정답 ثلاثة ننتقل إلى ثمانية واربعين 48번 منسوشي من باري آجو كميدا 보통 شمبر كجيئة من منسوشي باري مانن شمبري أبسميدا كريسو منسوشي من شمبري ساة نغشي هم دميدا بالانتقال للقواعد المذكورة في هذا السؤال أولا لدينا قاعدة آجو بلاس صفة آجو بلاس صفة آجو كدا آجو 작دا آجو كيلدا آآ القاعدة الثانية آآ آمنن صفة آآ اسم آآ آبطا آآ آمنن آآ 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 لا يوجد شيء مناسب له لهذا الشيء سندرس سنعطيكم مثال بعد قليل الجملة التالية كوشي هم دلدا آآ البحث عن أو فعل شيء معين صعب آآ الكلمة أو القاعدة التالية كي هم دلدا صعب الشيء صعب بلاس صفة بلاس اسم الكلمات المذكورة في هذا السؤال بال رجل أو قدم كدا كبيرة بوتوم العادي شمبل حذاء كاكي محل هم دلدا صعب و تاكدا صغير الامتلا يوزم الحذاء الحذاء العالي أو الكعب العالي صعب صعب المشي فيه المشي بالحذاء العالي صعب وبالعودة للسؤال لذلك المشي صعب وهذا خطأ لأننا قلنا رجله كبيرة سيذهب إلى محل الأحذية ليشتري حذاء هذه ليست الفكرة الأساسية رجله كبيرة لذلك من الصعب عليه أن يشتري حذاء وهذه هي الفكرة الرئيسية في هذا النص إذن الإجابة الصحيحة هي رقم أربعة ننتقل الآن إلى رقم واحد 51번 겨울에 기차를 타고 떠나는 농곳여행이 있습니다 농곳여행은 즐거운 시간을 보내고 다음 역으로 가는 여행입니다 첫 번째 역에서 내리면 눈길을 산책하고 얼음 낚시를 합니다 다음 역에서는 눈사람을 만듭니다 그리고 마지막 역에서는 따뜻한 차를 마십니다 القواعد المذكورة في هذا السؤال أو سوف بعد أن هذه ليست قاعدة السبب وإنما قاعدة بعد أن تفعل شيء وسندرسها بعد قليل بمثال إن ريدا ينزل فيه صفة plus إن plus اسم وسندرسها بعد قليل أيضا في قاعدة في مثال 첫 번째 두 번째 أولا ثانيا 첫 번째 أولا 두 번째 ثانيا 세 번째 ثالثا القاعدة التالية السوئنن plus اسم مثلا كالسوئنن قد مكان أستطيع الذهاب إليه بالنسبة للكلمات فلدينا كلمات كول شتاء كتاء قطار طاقو الطونادا يركب ويغادر وننقود يوحن رحلة أو نعم رحلة الثلج تلقوبتا ممتع تطبنته أولا ننكيل طريق ثلج وسانتك المشي أو التجول أرمناكشي الصيد في الجليد نونسرام رجول الثلج تاتت تدا دافئ طورا يرجع جنا يمر نقال الأمثلة بسطة جمشل يوجه لوت 100 جمشل يوجه ركب الباس ونزل في محط جمشل و لوت 100 جمشل ذهب إلى مول لوت يارم يارمه سيوان كوبي ماشي في الصيف القهو المنعشة أو الباردة لذيذة شيوان هن كوبي ثلاثة أونل هنگوغو سوواب أونل هنگوغو سواب 첫 번째 شيغاني منجاق مندلغي ربهو سايا أونل هنگوغو سواب 첫 번째 شيغاني منجاق مندلغي بيو سايا تعلمنا في المحادرة الأولى من محادرة اللغة الكورية في وقت اللغة الكورية كيف نصنع الجملة أخبرني بالوقت الذي تستطيع أن تأتي به إلى الشركة أخبرني بالوقت الذي تستطيع أن تأتي به رحلة زهور الثلج هي رحلة بعد أن تنزل فيها في محطة القطار لتمدي وقتا ممتعا تذهب للمحطة التالية إذا نزلت في أول محطة يمكن أن تتمشى بطريق الثلج وتقوم بالصيد على الجليد وفي المحطة التالية تصنع رجل الثلج وفي آخر محطة تشرب الشاي الدافئ بالعودة للسؤال رقم 51 أوشيب إلبون يجب أن نختار أين أو ماذا سنضع في مكان كيوك واحد لأن القطار يمر اثنان لأن القطار ينتظر ثلاثة لأنك تنزل بعد أن تنزل من محطة القطار بعد أن تعود إلى محطة القطار إذا نقلع جملة مرة أخرى رحلة ظهور الثلج القطار بعد أن يمر القطار تمضي وقتا ممتعا خطأ بعد أن ننتظر القطار نمضي وقتا ممتعا خطأ لأنك ترجع أو بعد أن ترجع إلى محطة القطار تمضي وقتا ممتعا أيضا خطأ إذا إجابة صحيحة هي رقم ثلاثة رحلة الظهور رحلة الظهور تنزل فيها بمحطة القطار وهي رحلة تنزل فيها في محطة القطار وتستمتع بالوقت أو تمضي وقتا ممتعا ثم تذهب إلى المحطة التالية إذن تونغداب ثلاثة ننتقل الآن إلى آخر سؤالين وهما ثلاثة وستين و أربعة وستين سؤال رقم ثلاثة وستين 63번 هذا إيميل ويجب أن نقرأ لإيميل أولا ثم نقرأ لكم أو نشح لكم القواعد المذكورة فيه 유학생 여러분 안녕하십니까 여러분을 위해서 정통 음악을 공부하는 한국 학생들이 공영을 합니다 음악회는 다음 주 금요일에 있습니다 오후 4시에 시작해서 6시까지 합니다 3시 30분까지 한국 대학교 강당으로 오시면 됩니다 음악회가 끝나면 우리를 위해 연주해 준 학생들과 함께 저녁 식사를 할 겁니다 많은 참석 바랍니다 والمورسل 한국 대학교 한국어학과 السؤال الرقم ثلاثة وستين يجب أن نختار لماذا أو يجب أن نعطي السبب لماذا كتب قسم اللغة الكورية هذا الإيميل وسؤال الرقم أربعة وستين يجب أن نختار الجملة الصحيحة ولكن قبل ذلك دعونا نفسل لكم القواعد الريل 위هان بلاس اسم من أجل بلاس اسم وقادي إدا حتى كذا مثلا سيشي قادي إمنيدا حتى الساعة الثالثة يمكنك فقط أن تفعل هكذا مثلا يعني يفعل شيء معين بلاس فعل اسم بلاس بارادا يتمنى مثلا نتمنى أن تأتوا مبكرا يفعل شيء معا مع أشخاص الكلمات المذكورة في هذا السؤال يوهكسن طلاب أجانب تونغطون تقليدي موسيقى حفلة موسيقية كونيون عرض كاندان مدرج يونجو هدا يعزف بارادا يتمنى كيوك هدا يخطط توده هدا يدعو هاقين هدا يتأكد كمسا هدا يشكر وتمسق يحضر ننتقل إلى الأمثلة يوجد محاضرة لغة كورية للأجانب من أجل الأجانب من الأسبوع القادم محاضرة اللغة الكورية حتى الساعة الواحدة عندما تأتي إلى الحفلة بإمكانك فقط أن ترتدي الملابس الكورية التقليدية هامبوك نتمنى منكم الكثير من الحضور لأن لدينا غدا خصم أو تنزيلات في المول بعد أن تنتهي المحاضرة أو بعد أن ننهي المحاضرة سنقوم بحفلة عيد ميلاد كلنا مع تاهم الترجمة العربية للإيميل حفلة موسيقية للطلاب الأجانب السلام عليكم أيها الطلاب سيقدم الطلاب الكوريون الذين يدرسون الموسيقى التقليدية حفلة موسيقية من أجلكم ستقام الحفلة يوم الجمعة القادم وستبدأ الحفلة في الساعة الرابعة وحتى الساعة السادسة عليكم أن تأتوا إلى مدرج جامعة هامبوك حتى الساعة الثالثة والنصف بعد أن تنتهي الحفلة الموسيقية سنتناول العشاء مع الطلاب الذين عزفوا من أجلكم نتمنى حضوراً كثيراً إذن هذه الترجمة للنص وبالنسبة للأسئلة سؤال رقم 63 يكشب سامبون لماذا أرسلت جامعة هانغوك هذا الإيميل أو قسم اللغة الكورية واحد لتخطيط للحفلة الموسيقية طبعاً خطأ لتدعونا للحفلة الموسيقية للتأكد من الحضور لتشكرهم على الحضور وطبعاً الإجابة الصحيحة هي رقم 2 تونغداب 2 رقم 64 يكشب سابون سنختار الجملة الصحيحة سيبدأ العرض الحفلة الموسيقية في الساعة الثالثة والنصف سيعزف الطلاب الأجانب موسيقى كورية تقليدية خطأ لأن الطلاب الكوريين الذين يدرسون الموسيقى التقليدية هم من سيعزفون هذا الحفل الموسيقي للطلاب الذين يدرسون الموسيقى وهذا خطأ هذا للأجانب سندرس أو عفواً سنأكل العشاء معاً بعد الحفلة الموسيقية وهذه الإجابة الصحيحة إذن تونغداب 4 إذن هذا كل ما لدينا اليوم بالنسبة لمحاضرتنا المحاضرة كانت طويلة قليلاً اليوم ولكن أتمنى أن تكونوا استفدتم منها وتعلمتم الكثير من الكلمات سألخص لكم الآن ماذا درسنا خلال محاضرة اليوم أولاً في الاستماع تكي درسنا كيف نتعرف على فكرة أو رأي شخص معين في حوار رجل أو مرأة ثانياً درسنا طريقة التمني أو مصطلح التمني أتمنى أن ثالثاً درسنا صيغة لا أعرف إن كان وبالنسبة للقراءة درسنا في القراءة إمكانية استخراج الفكرة الأساسية من النص وأيضاً تعلمنا كلمة أو مصطلح وهذا أنوي أن أفعل وأيضاً درسنا استخدام قاعدة الشيء الذي يناسب بلس اسم مثل وأيضاً تعلمنا كيف نختار العبارة المناسبة لمكان الفراغ حسب قاعدة بعد أن مثل بعد أن أنزل من محطة القطار درسنا أيضاً قاعدة التمني الثانية وهي بيونسا اسم بلس باراميدا نتمنى مثلاً حضوراً كثيراً بالنسبة للكلمات التي درسناها في هذا النص أولاً لدينا كلمة نينيون السنة القادمة مثلاً لدينا أيضاً كلمة الصيد على الجريد ولدينا أيضاً كلمة صعب نزهة ننقد زهور الثلج ننكيل طريق الثلج فوه بعد أن تود هذا يدعو كيوك هذا يخطط خمس هذا يشكر بهكي جامعة وترب هذا يتخرج من ينجو هذا يعزف وهجن هذا يتأكد من إذن هذا كل ما لدينا في محادرة اليوم من امتحان التوبيك أتمنى لكم كل التوفيق شكراً جزيلاً ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر